أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 25 من أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر إبريل الجاري حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك